نفى المركز الأعلامي المجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة وأشار المركز إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقا كما هي ولم يطرق عليها أي تغيير مشيرة إلى أن عدد المستفدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن ومن المستهدف وصول عدد المستفدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا